اشتركوا في القناة سينضم إلينا من طبيعة الحال من مصر اللاعب السابق لفريق الزمالك والمنتخب المصري جمال عبد الحميد كابتن جمال مرحبا بك أهلا بك أهلا وسألنا كابتن علي لا أعرف كنت سمعتنا منذ بداية الحلقة كنا نتحدث عن إقالة بينيتز تحدثنا كيف أنه أقيل بعد ستة أشهر أعتقد مقارنة بين بينيتز وباكيتا أعتقد بأن بينيتز كان أوفر حضا ستة أشهر باكيتا فقط أعتقد ست مباراة أو خمس مباراة طبعا كابتن علي كنت معاكم من أول الحلقة واسمعت وتابعت الحلقة اللعبة المحترفة من الخليج ما بيكملوش ليه وإقالة المدير الفاني النادي ريال مدريد وإقالة مستر باكيتا أستاذ علي أريد أن أقول لك شيء مهم جدا وأستاذ المشاهدين يبقوا معنا فيها أننا كنادي الزمالك في الموسم الماضي النادي الوحيد اللي لم يكن فيه استقرار كان فيه أربع مدربين ميسكو الفرقة حسام حسن وميستر باتشيكو ومحمد صلاح وبعدين ميستر فريرة وخد دور يوكاس فالموضوع السنة فيه تفاول أن أنت ما تغير بعد أي نتيجة وحشة لازم تغير أربع مدربين أو خمس مدربين ما تعملش استقرار فتاخد دور يوكاس فهي جايب بحتة التفاول أن كل العالم بيدعي الاستقرار وإحنا كنادي الزمالك عدم الاستقرار هو اللي بيدين البطولات لأننا عملنا استقرار قبل كده كتير جدا ومدرب بعد موسم كامل وكمل الموسم وكمل أفريقيا وكمل الكاس وما خدناش ولا بطول المدة عشر سنين فدلوقتي بنغير أربع مدربين ومناخد دور يوكاس فعشان كده أقدر أقولك أنه ممكن يكون ده نعم التفاول لمجلس إدارة نادي الزمالك وجمهير نادي الزمالك وهذا الكفت الجمال نعم ربما يؤكد المقولة الشهيرة بأنه غريب هو عالم كرة القدم صحيح؟ أيوة أيوة طبعا طبعا بصة أعيز أقول حضرتك حاجة من سرعة كده الاستقرار دائما بيولد المكسب والبطولات إلا في نادي الزمالك الاستقرار لا يولد البطولات يمكن الموضوع ده غريب علينا كلنا ولكن بعد بطولة الدورة والكاس الموسم الماضي كل استريح وقال مش مشكلة غير المدربين المشكلة نأخذ البطولات لكن كفت الجمال الآن بالنسبة لرئيس الفريق مرتضى منصور بالنسبة لهادي الإقالة المدربين تقريبا عدد كبير من المدربين مروا على الفريق الزمالك في الأوين الأخيرة هل أصبحت هواية؟ هل أصبحت هناك الممارسة للسلطة استمتاع بالسلطة كرئيس للفريق الإقالة مدرب تلو الآخر كيف يقال مدرب بعد خمس مباريات الفوزين تعادلين وخسارة واحدة؟ كابتن علي عايزة أقولك حاجة مهمة مهمة جدا جدا مجلس إدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور صرف فلوس كثيرة جدا دفع فلوس كثيرة جدا في أحسن 18 لاعب جابهم على مستوى الأندية يعني جاب منتخب مصر للمدرب فطالب بالمدرب أن 18 لاعب زائد اللعبة القدامة اللعبة القويسة لازم يكسبوا كل مباراة والمدرب اللي مش يكسب أمشيه فهو كان محتاج يفرح جمهوري الزمالك بالمكسب ولكن الأهل الموضوع التغيير ده وبيجي بصالح الفريق فخد على كده ولكن طبعا أنا بعتقد لأنه زمانت قلت حضرتك أن السلطة اللي بيتمخولانه أنه هو يشيل ويحط هو ده اللي مخلي المستشار المتدرب منصور يتحكم في أي مداري يدخل نات زماني حضرتك بتقول ست ماتشات لباكيتا أنا عايزة أقول لك أن حسام حسن ميشي بعد ثلاث مباريات عايزة أقول لك أن في 2005 ميستر بوكير ميشي بعد مباراة واحدة ومباراة تعادل مع التحاد سكنداري تعادل واحد واحد تاني يوم أقيل فعشان كده أقول لك هو رئيس النادي ابتدى يحس أنها فيها متعة أننا عايز المدارب اللي يتعادل أو يخسر يمشي عشان يجي واحد مكانه فأنا أعتقد لو خسرنا الدور السنة لو نات زماني خسر الدور السنة وخسر البطولات كلها أنا أعتقد أن القعدة كل قعدة لها شواز هترجع تاني أن لا الاستقرار أهم من أن أنا أتحكي في المداربين رايح جاي عايز أقول لك كمان أستاذ عالي النهاردة حاجة مهمة جدا جدا النهاردة الكابتن حازم في الجهاز الفني الجديد وتقعد معاه يا كابتن حازم أنت مدير كورة ومدارب عام النهاردة الصبح تم تعيين الكابتن إسماعيل يوسف مدير كورة وحازم مدارب عام حازم أم اعتذر وقال أنا مش هبقى مدارب عام أنا عايز المنصبين ومشي من النادي بعد بالزبط على الساعة ثلاثة عصرا حازم رجع تاني بدير كورة ومدارب للزمالك يعني تغير الجهاز في خلال 12 ساعة مرتين يبدو أن هناك لخبطة كبيرة على مستوى الجهاز الجديد يا أستاذ علي بعدها ذلك كابتن علي الجهاز الجديد تغير في خلال 12 ساعة مرتين الجهاز الجديد مش باكيتا لكن الآن أشرت إلى باكيتا أشرت المدرب الذي الآن أقيل من فريق الزمالك هذا السؤال موجه لي جمال عبد الحميد ليس جمال عبد الحميد اللاعب السابق لفريق الزمالك لكن جمال عبد الحميد المتابع لكورة القادمة المصرية نريد أن نسمع رأيك حول أو رأيك عن باكيتا بكل صراحة ست مباريات يا كابتن علي ما تدينيش يعني ما أقدرش أستمتك إذا كان مدرب كويس أو لعيش ست مباريات أنا بتعاقد مع مدرب موسم كامل بعد الدور الأولاني أقيمه بعد الدور الأولاني يعني بعد حوالي خمستاشر مباراة ستاشر مباراة أقيمه وأقول ده يستمر معي أو ما يستمرش إنما النهاردة إحنا بقيت حالة حالة طبيعية جدا أنا عايز أقول لك سر ما يخفاش على حد خالص إحنا كمصر كمصر إحنا في الرياضة المصرية في الكرة المصرية غيرنا 12 مدرب في 12 أسبوع 12 مدرب في 12 أسبوع فتغيير باكيتا أنا كفنيا أنا ما قدرش أحكم عليه إنه هو كويس أو لعيش ألا بعد دور كامل لإنه هو باكيتا ما كانش عنده الفترة بتاعة فترة الإعداد اللي هو 8 أسبوع يقدر يجهز فيها اللعبة بتاعته يقدر يشوف من الكويس ومن الوحش يقدر يشوف من اللعب الراجل ومن اللعب اللي بيتدلع إنما دخل على المباراة على طول فعلى بال ما يستكشف عايز على الأقل الدور كامل فأنا طبعا معاه فنيا الراجل واخد بطولة عالم نشئين بطولة عالم شباب خمس بطولات مع الهلال ثلاث بطولات مع الغرفة السيفي بتاعه مليان بطولات ولكن برضو اللي أنا عايز أقوله إن رجوع ميدو على بكيتا إن ميدو صاحب أول بطولة تدخل ناتز مالكة كاس مصر بعد غياب طويل فممكن ده برضو يكون من نوع التفاعل أنا شيل مدرب خسرت معاه واجيب واحد جاب لكاس مصر قبل كده نعم شيلتي مدرب خسرت معاه وجبتي مدرب جاب لك كأس لكن كذلك المرتضى منصور شال مدرب جاب له التنائية قبل الموسم الماضي أيما أنا معاك أنا معاك إحنا بقولك كابتن علي إحنا دلوقتي بقى جمهور الزمالك أنا سيبك أنا بقى جمهور حميد المحلل وليس الزمالكاوي جمهور الزمالك اللي في الشارع دلوقتي بيقول الحمد لله إحنا دلوقتي غيرنا اتنين مدربين فاضل اتنين كمان فاضل اتنين كمان عشان أخذ بطولات دلوقتي جمهور الزمالك بيتفاعل بالحتة دي فعشان كده بقولك لو الزمالة خدت البطولة السنة دوري الموسم الجاي سيتغير أربع مدربين إذا لم أخدت البطولة أعتقد الاستقرار سيرجع لك الزمالة ثاني والمدرب سيقعد موسم كامل ستشال صدقني لا بقيت بالفنيات أتفق معك في هذه الحالة لكن هذا يبقى حاجة غريبة عن عالم كرة القدم رغم غرابة عالم كرة القدم حالة الزمالة يبقى غريبة بأنه التعامل مع المدربين بهذه الطريقة محاولة خلق عدم الاستقرار للفوز بألقاب أليس هناك أليس جرنا هذا التشكيك في القدرة مرتضى منصور على اختيار المدرب الأنسب للفريق أو كيف يرضى الزمالة كفريق عريق بمصر أن يكون رئيس الفريق يبحث عن عدم استقرار للفريق لكي يفوز بالألقاب كابتن علي أنت أدرى مني طبعا وعارف الوقلاء اللاعبين اللي هم بيجيبوا الوقلاء المدربين واللعبين اللي بيجيبوا المدرب بيجيبوا له بيقولوا الرؤساء الأندية أو مجالس الإدارة أن ده السيرة الزيتية بتاعته عاملة فيها كذا وكذا وكذا ومرتبوا بيبقى قليل ومرتبوا في حدودنا فالمدرب ده أحسن من دوت ودوت فمجل الزراء بيوافق لأنه أصل وكيل المدرب بيبقى عامل زي الساحرة أستاذ علي بيخلي لك المدرب دوت في السماء فوق وهو اللي يجيب لك البطولات وهو اللي عنده شخصية قوية وهو 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 إذن رئيس النادي ما يقدرش يقول لا أو آه لأنه أصلا مش خبير مدربين ولكن هو بيفاضل ما بين المرتب العائد المادي هل موجود أم لا موجود بالنسبة للمدرب هل السيرة الزيتية بتاعته كويسة أم لا مش كويسة هل هو فاضي أم لا مش فاضي ما فيه مدربين على أعلى مستوى كابتن علي مش موجودين لأنهم بيشتغلوا المدرب اللي ما بيشتغلش هو ده اللي بيقيل أو قاعد في بيته ده اللي يعني نقدر نقول نعم بس همه نزلت في التدريب شوية فبالتالي بيوافق عليه إنه بيوافق على المدرب علشان هو عندنا في الأهل والزمالك كابتن علي زي طبعا معظم الدول العربية والخليجية كلهم بيجيب مدربين أجانب الفرق الكبيرة بتجيب مدربين أجانب علشان المدربين الوطنيين مش بيبع على قد طموح الجماهير فالمجلس الإدارة بيخلص من الموضوع ده ويجيب واحد أجنبي فبسدى يلاقي واحد مرتب قليل وقاعد في البيت وكمان السيفي بتاعه كويس فبيختاروا على طول فما يجيب أواحش أنا جبت واحد واحد مرتب على قدنا وكمان واخد بطولات ما تلمونيش عليه فاهمني بس لكن سمعنا الكابتن جمال سمعنا رأيك ودائما أريد أجوبة من كابتن جمال عبد الحميد المحلل وليس اللاعب السابق لفريق الزمالك سمعنا رأيك حول أو عن الباكيتا الآن رأيك في ميدو أعتقد أنه ليس هناك مقارنة بين ميدو وبين الباكيتا كمدرب الفريق الزمالك يريد الحفاظ على لقب الدوري يريد الحفاظ على لقب الكأس مع كم الاحترام لميدو كنت أعرفه منذ أن كان لاعبا في البريمير ليغ الإنجليزية لكن كمدرب هناك فرق كبير بين ميدو وبين الباكيتا طبعا في البطولات في فائل كبير جدا بطولات باكيتا أكتر خبرة باكيتا أقوى باكيتا لف العالم كله وعمل بطولات كويسة جدا باكيتا كبير في السن يعرف قود اللاعبة باكيتا أجنبي ما عندهش تعاطف مع اللاعبين كل دوت بيميز باكيتا ولكن ميدو بقى اللي بيميزه حاجات كتيرة جدا برضو نقدر نقول أن كان وشه حلو على الزمالك إما خاد الكاز دي أول حاجة تاني حاجة كان عامل حالة حب بينه بين اللاعبة يمكن كان فيه أصغر من بعض اللاعبين ولغم ذلك كان بيعرفي قدوم كويس لأنه كله مقتنى بأنه هو جاي من أوروبا عنده فكر عالمي ميدو فيه ميزة حلوة بينزل للعيبة معهم لأعداتهم مشاكلهم بيعرفي تكلم مع رئيس النادي فيمكن الحلوة اللي بيعملها ميدو ديت بتخلي اللاعبة الزمالك تلتف حواليه ويقدر يعمل معهم نتائج كويسة وبعدين لو قلنا ميدو مش خبرة ميدو هياخد الخبرة لو ميدو فضل ماركون ومش يدرب خالص ويأخد خبرة إنما ميدو بقى له ثلاث سنين مدرب دلوقتي فبيأخد خبرة واحدة واحدة لغاية ما يبقى يعدي خمس ست سبع سنين يبقى يسقل ويبقى مدرب كبير فهو لازم يأخد الخبرة من دلوقتي أعتقد معك يا أستاذ علي إن شاء الله بإذن الله في آخر المسم نبقى مع بعض إن ميدو هيعمل حالة جميلة جدا مع نتزل مالك لناس اللعبة بتحبوا جدا هذا لو لم يقال بعد ست مباراة أو خمس مباراة أو بعد مباراة واحدة لا أنا أريد أن أقول لك حاجة بسرعة بسرعة الله يخليك بسرعة ميدو لو خسر ماتشين برضو يقعد في البيت عادي إذن كابتن جمالة فضل حميد شكرا جزيلا لك اللاعب الدولي المصري السابق ولاعب الزمالي كنت معنا من العاصمة المصرية القائرة إذن